السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث اليوم عن إنتاج صوت السين سنتعرف اليوم على مخرج صوت السين بشكل صحيح كما سيتم عرض الأمثلة من كلمات مجمل لتطبيق ما سيتعلمه الطفل مخرج صوت السين إن مخرج صوت السين لثوي ينتج من خلال التقاء اللسان مع اللثة العلوية وهو صوت احتكاكي مهموس أي لا تهتز الأوتار الصوتية أثناء نطقه ويكون هناك تجويف في اللسان من منطقة الوسط هناك تجويف وتلامس أطراف اللسان اللثة العلوية طريقة إخراجه تكون تكتالي يقوم سقف الحلق اللي هنا بإغلاق مجرى الأنف ويقوم اللسان مقدمة اللسان بإعاقة مجرى الهواء عند اللثة العلوية ليحتكي الهواء الخارج بالأسنان العلوية لينتج صوت السين مراحل التدريب على نطق صوت السين في البداية يتم التدريب على نطق صوت السين مجرد بشكل صحيح ثم يتم التدريب على نطق صوت السين بإضافة مقاطع بسيطة مثل بعد ذلك يتم التدريب على إنتاج صوت السين في أول الكلمة ثم في وسط الكلمة ثم في نهاية الكلمة بعد ذلك يتم التدريب على إنتاج صوت السين في كلمات في جمع المفيدة بعد ذلك يتم التدريب على إنتاج صوت السين في محادثات عفوية يومية عند الطفل ولكن يجب الانتباه على ألا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون التأكد من أن الطفل أتقن المراحل السابقة بشكل صحيح أن نطق صوت السين بشكل مجرد يكون كالتالي يكون عن طريق ملامسة مقدمة اللسان للثة العلوية هنا كما نلاحظ يقوم أطراف اللسان بملامسة اللثة العلوية لمنع الهواء من الخروج من الأطراف وحصول تجويف في الوسط ليسمح للهواء بالاحتكاك مع اللثة العلوية والأسنان لينتج صوت السين ولو أردنا تنثيل ذلك بشكل أكثر لنعتبر هذا اللسان أطراف اللسان تلامس اللثة العلوية مع الأسنان الأمامية العلوية من الأمام من هنا لمنع خروج الهواء من الأطراف والسماح للهواء بالخروج من الوسط من التجويف الحاصل في اللسان لينتج صوت السين بسبب الاحتكاك نلاحظ مرة أخرى كالفيديو هنا تلامس الأطراف ويخرج الهواء من الوسط كما ويمكن إنتاج صوت السين بالطلب من الطفل إنتاج صوت الثا وسحب اللسان بشكل تدريجي للخلف مع التكرار لينتج صوت السين هكذا ويمكن أيضا طلب من الطفل إنتاج صوت الشين ودفع اللسان للأمام قليلا مع التدريب المتكرر للطفل يمكن أن ينتج صوت السين بشكل صحيح ثم بعد ذلك ندرب الطفل على إنتاج صوت السين بإضافة مقاطع بسيطة مثل سا سا سو سو سي سي بعد ذلك يتم التدريب الطفل على إنتاج صوت السين بإضافة الحركات مثل الفتحة س سمكة سبعة الضمة سو سؤال سهولة الكسرة سي سجل سحر بعد ذلك يتم التدريب على إنتاج صوت السين في أول الكلمة ووسطها ونهايتها ومن الأمثلة على إنتاج صوت السين في أول الكلمة ووسطها ونهايتها كالتالي في بداية الكلمة مثل سلطة ساق سلطة ساق وفي وسط الكلمة أسد أسود 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 وفي نهاية الكلمة مثل ملابس قوس ملابس قوس ثم بعد ذلك يكون التدريب باستخدام جمل مفيدة تحتوي على كلمات فيها صوت السين مثل يعيش السمك بالماء س يعيش السمك بالماء رأيت الأسد أسد رأيت الأسد في حديقة الحيوان ذهب السامر إلى المدرسة ذهب السامر إلى المدرسة وبعد ذلك نؤكد على الطفل على استخدام صوت السين في المحادثات العفوية اليومية بشكل صحيح وإلى هنا نصل إلى نهاية الدرس شكرا لكم أبناء الطلبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر